دجة كبيرة أحدثتها الممثلة اللبنانية زينة مكة بين النشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها أنها فقدت بصرها وفي التفاصيل صدمت الممثلة اللبنانية زينة مكة المتابعين بتصريحها عن فقدان بصرها بعد حادثة كبيرة حصلت لها إذ لم تعد تشعر بحاسة البصر وكشفت الممثلة اللبنانية زينة مكة تفاصيل الحادث الذي تعرضت له عام 2009 بعد أن سقطت عن صهوة الجواد الذي كانت تمططيها وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي وقالت زينة مكة التي ظهرت وهي تتجول في نادي الفروسية بعشاء الخيل كثيرا قضيت فترة مراهقتي بأكملها هنا ولكن أثناء مشاركتي في السباق وأنا أقفز عن الحواجز سقطت لسبب ما فوق الحصان وأضافت السقطة كانت شديدة فقد انخلع كتفي وفقدت نظري كليا لقرابة ربع ساعة ومنذ ذلك الحين وأنا لا أركب خيلا رغم حبي الشديد للخيول ومن جهة أخرى أعلنت الممثلة اللبنانية زينة مكة عن انضمامها مؤخرا لبطولة مسلسل جديد يحمل اسم شتية بيروت ونشرت مكة عبر صفحتها الخاصة على انستغرام صورة لها ظهرت فيها وهي تحمل بيدها سيناريو مسلسل شتية بيروت وعلقت بالقول مبسوطة كتير بإعلان انضمامي لبطولة مسلسل شتية بيروت مع ممثلين بحبني كتير وفريق عمل صار مثل عيلتي كما وأعلنت زينة مكة أن المسلسل هو من إنتاج شركة الصباح وكتابة بلال شحادات وإخراج إليس معانا وعلقت قائلة كتير حاسب مسؤولية تجاه الدور دور جديد علي من كل النواحي رح أعطيه نور هذا وكانت شركة الممثلة اللبنانية المتابعين عبر صفحتها الخاصة على انستغرام صورة لها معلنة عن بعض تفاصيل شخصيتها في مسلسل صالون زهرة اشتركوا في القناة